في البداية لسه دالي جاي حاجة يخالص انا بس عايزة افهم هو بتاع الكاميرا ازروفه يعني هو مبسوط ان هما بيتشمله قدامه تم ما يلحقه خلاص يا ابني جاب الف هتفرقه انا قلتلك قلتلك هتفرقه انت مصدقتش براحتك اديك لبست طبعا ينتعرفين ايه سيحصله هده بحشينا والله عشان بعد كيه لما نلاقي كالب ريوت او بيط بل نبعد من قدامه او نجري على طمول القاطر ده بيفقن بالعربية التيوته الكبيرة اللي هو ايه بتركب اي اساتها 14 او 13 نفر بيحط لك كرسي جنبك اللي هو اصلا الترقه انا مش عارف الشنطة فوقت تحمل فوقيها لا بيفقن بكده بصراحه اول فكرة ده عارف الناس اللي بتدعى من قلة مجهود تبقى شايلة سيروا قراها تعبط على طول تريح تنام عادي في الشرف اي حد اهم حاجة نام ارتق اوه ده الفيديو ده برعادة الكسلانين بقى طب انا ماشي انا شايف ان انت بتساعد طب الناس اللي من بيننا تشوف هتقولي ايه يعني بديه كلام اقل واحدة واحدة بتجري ليه واحدة واحدة ورانا ايه علامات لك يا حبيبي تخيل كده ان فرحك بقى له يومين وتخش على الصناعة وتلاهم بيلعبوا كده وتمرجحوا الدنيا عادي يعني موقف ايه أذير اه راسي اه راسي أقول لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر